موسيقى مشروع أمريكي خطير في جنوب لبنان للجم الحزب عسكريا وأطراف دولية تدخل على خط إيصال الرسائل في ظل التطورات الأمنية التي عكستها معركة 7 أكتوبر ما هو هذا المشروع؟ هل سيوافق الحزب؟ وماذا ستكون ردة الفعل؟ منذ صباح الثامن من أكتوبر لم تعود الحدود على الجبهة الجنوبية ملتزمة بصيغة قواعد الاشتباك التي رست عليها سابقا بل شهدت هذه الجبهة تطورات خطيرة وصفها مراقبون بحرب حقيقية في الوقت الذي لم يتوانى الأمين العام للحزب عن الظهور والإعلان رسميا أن ما يحصل في الجنوب هو جبهة مساندة للحرب الدائرة في غزة على ضوء هذه التطورات تحركت جهات دولية للجم الحزب عسكريا وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لصحيفة الديار عن وجود توجه غربي لإقامة منطقة منزوعة السلاح تطال جنوب الليطاني تتولى قوات اليونيفل وحدها مسؤولية هذه المنطقة بالإضافة إلى انتشارها على طول الخط الأزرق وإبعاد الحزب عن الحدود هذا الطرح جاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لتسويقه من خلال لقاءات جمعته مع مسؤولين لبنانيين معتبرا أن المشكلة في تطبيق القرار 1701 تتخطى ضبط القواعد التي تحكم جبهة الجنوب مشيرا إلى أن مجلس الأمن عدل القرار عام 2022 ما يتيح لقوات اليونيفل حرية التحرك في الجنوب من دون أي تنصيق مع الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني إضافة إلى مراقبة عناصر حزب الله وتواجه قوات اليونيفل تعقيدات كبيرة في تعاملها مع مؤيدي الحزب في الجنوب خصوصا بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الأمن على مهامها وكشف مصدر مطلع على أجواء الحزب للشرق الأوسط أن الأخيرة يرفض بالمطلق أن يبحث بدوره العسكري والأمني في نقاط المواجهة مع إسرائيل أو تغيير في مهام اليونيفل كي لا يعرضها للخطر مؤكدا أن الحادث الذي حصل مع الدورية الإرلندية في منطقة العقبية هو عبارة عن رسالة إلى قوات الطوارئ بأن ما كتب على الورق في القرار 1701 غير قابل للتنفيذ على الأرض بدوره رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال تأبنين في حسينية بلدة عيتيت الجنوبية إلى أن موقف الحزب بعد استئناف العدوان الأمريكي والإسرائيلي على غزة هو نفسه مشيرا إلى أن ما يدور حول تعديل القرار 1701 يهدف لإنشاء منطقة عازلة على الحدود بهدف تطمين المستوطنين مؤكدا أن الحزب لن يسمح بأي مكسب إسرائيلي وبأي معادلة إسرائيلية جديدة على حساب السيادة اللبنانية